بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سياة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضرب فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبد الرسول أما بعد نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن مختصر يسمى ببتن الأصول الثلاثة أولا قبل أن نبدأ في دراسة هذا المتن نسأل عن أمور خمسة السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد لنقدس النسأل يقول لماذا ندرس التوحيد لا ندرس الفق أو العربية مثلا نعم نقول لأنه حق الله العبد لنعم النسأله من اكله لإسجاج تغليب لنه故 سيء اليو socks نعم يقول بالله لجعل تم التوحيد على الناس والمحاطن المنطقة لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي إبادة إلا بالتوحيد لا يدخل جنة إلا موحد تكثير الحسنات تكثير السيئات تكثير السيئات تلك المسلمين تكثير السيئات تقول نعم نعم يقول لك ما هو التوحيد نعم تقول لك لا أدري لا أبت تتعلم التوحيد وتعمل به وتدعو إليه نعم نعم تقول لك قد إليك هل أنت مشرق تقول لك لا أبت تأليك تقول لك أنا لا أبت تتعلم يساولون جامعاتك إثبات الحيواغ ومواجهة إلى سلك السلام هل يقول لك ما هو الشرك؟ لا سنقوم بغاءة حيوى سأكيد بغاءة الحيواغ ولكن أنا أقوم بغاءة الحيواغ هل يقول لا أعرف؟ لقد ثمنه حيث سأكون هناك حيواغة الحيواغ قد تكون واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري لابد تتعلم الشرك حتى تحذر منه اذاً لابد أن نتعلم التوحيد حتى نعمل به وندعو إليه ولابد أن نتعلم الشرك حتى نحذر منه ونحذر منه أن نتعلم أن نتعلم الوقت اكبر مصنع لا تدري لابد التوحيد نعم السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المثل المنطقة الوصول الثلاثة الله تعالى أرشد الطالب بيبدأ أولا بالتوحيد ويبدأ في التوحيد بهذا المتنى الأصول الثلاثة كما هر نصبع أولا بحسب الكثير من الأولى أنه يكون هناك حيث أنه يكون هناك ويقولون أنه يكون هناك المطلوبة ويكون هناك حتى تفعل بشكل المصيح لأنه يكون هناك حيث أنه يكون هناك اشترك نعم السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة بختصار الأصول الثلاثة بختصار هي الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك نعم السؤال الرابع ما هي الثمرة؟ ما الفائدة من دراستنا لهذا المتن؟ ما هي الأصول الثلاثة؟ ما هي الأصول الثلاثة؟ أننا إذا تعلمنا الفائدة، أننا إذا تعلمنا الأصول الثلاثة وعملنا بها ودعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر كما تقوم الأصول في العديل من الأحد امان سؤال الخامس والأخير سؤال الخامس والأخير الث갈 ل dados الخارج من الخارج ن duo النوية توف ما حضر الى الثلاثة النوية من الان لا توحيه النوية فيaster ثلاثة ياخر ثلاثة يكمب Type 0 اماщо أن يتوجع الدبي لديه النوية هنا Lee 22 و التي استرجعه Philidel رابع شرح الأصول الثلاثة أسرة القبر الخامس خاتمة هذا الكتاب هذا الكتاب يتعرف على أن يكون هناك تشعر أصول الثلاثة إلى الكمن والموضوع الله أعلم بل أعلم أن يكون هناك تشعر أصول الثلاثة